اه زي ما قلت حضراتكم في المقدمة ان الكنيسة الابطالة الارتودكسية اتخذت مجموعة اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا خصوصا بعد قرار تعليق الدراسة في بيان رسمي اه اه تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية برضو لمدة اسبوعين والبيان امام حضراتكم الاجتماعات النوعية والعامة الانشطة الكنسية التجمعات الحضنات التأهيل الرحلات اه تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات والاكاديميات اه وممكن يقام اكتر من قدس تجنبا للزحام خصوصا في المناسبات والاجازات اه التأكد من عدم الاصابة قبل الذهاب للكنيسة اه لو حد مصاب بدرجة حرارة مرتفعة او اي اعراض انفلونزة يعني يستحسن يقعد في البيت لغاية لما يخفه يبقى كويس كل واحد هيصلي ييجي معاه اللفافة بتاعته ازاست الماء الصغيرة بتاعته وغطاء الرأس بتاعه للسيدات اه ونوهت الكنيسة لمراعاة تقليل التصفح بالايدي وقالت انها تظل تصلي لاجل ان يحفظ الله مصر وبلاد العالم من كل سوق وينجي البشرية من الامراض والاوبئة اه واثقين في وعد الله الامين ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الده والحقيقة ان الكنيسة بتصلي في كل اداس سواء فيه او مفيش وتقول نجينا من الوباء والفناء والجلاء وسيف الاعداء فيعني وفيه اشية مخصوصة للمرضى او طلبة مخصوصة للمرضى